لأنه وجد أن الاحتياجات اليومية من الفيتامينات والمعادن بتكون قليلة جدا قليلة فعلا وبتتحسب بقولك بالميلي جرام أو بالمايكرو جرام فقالوا إيه بقى سوف نقصر أو نحدد الأرقام يعني لما نقول إيه إحنا محتاجين كذا ميلي جرام من الحديد أو كذا مايكرو جرام من كذا أو كذا ميلي جرام من الكالسيو إمتى بنستخدم الأرقام دي بقى بالقياسات دي في حالات الاستخدامات الدوائية للفيتامينات والمعادن طب يعني إيه الكلام ده ببساطة برضو أكتر ببساطة أكتر يعني لما إحنا نحصل على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية في أكلنا وأكل أطفالنا يعني إحنا هو هنسمع دلوقتي مني وإن شاء الله من غيري وربنا يزيد كل الناس اللي بيقولوا معلومات كويسة هنسمع دلوقتي إن مصادر الفيتامينات كذا ومصادر المعادن كذا والمصادر دي الفيتامين الفلاني أهميته كذا والمعدة الفلاني أهميته كذا وإيه اللي بيساعد على امتصاصه وإيه اللي بيمنع امتصاصه خلاص هنقوم إحنا إيه بقى ننفذ يعني لما نقول إن الكالسيام موجود في كذا نقوم ناكله خلينا متطمنين متطمنين إننا طالما بناكل هذا العنصر الغذائي بانتظام فإحنا كده بناخد احتياجات جسمنا ليه لإن الكميات المطلوبة أصلا قليلة زي ما اتفقنا طيب لكن لما نيجي ناخد الفيتامينات والمعادن في شكل مركبات دوائية بنفتح بقى الدواء كده وناخد إقراص لا ساعتها بقى لازم نسيب للأطباء حسابات الاحتياجات دي ييجي الطبيب يقول هتاخد فيتامين دال اللي هو تركيزه 50 ألف وحدة ولا 10 ألف وحدة 50 ألف وحدة هتاخده مرة في الأسبوع إنما 10 ألف وحدة هتاخده كذا هتاخد مثلا كالسيوم لو حضرتك حامل وبتاخده كالسيوم أو حامل وبتاخده حديد هتاخده الدواء الفلاني يبقى أنت طول ما احنا بناكل الفيتامينات والمعادن من مصادرها ما نقلقش يبقى احنا بنحصل على احتياجنا طالما ان احنا بناكل المصادر دي يعني منتظمين فيها بناكل خضار وبناكل فاكهة وبناكل بروتينات وبنشرب حليب وبناكل منتجات الألباء وهكذا خلاص يبقى منطمنين خلاص كده ونسيب بقى الكميات بالأرقام والميلي جرام والمايكرو جرام دي بيقررها الطبيب عن طريق الجرعات والتركيزات وبيقرروا كمان فترات تناول الأدوية دي لأن مفيش حاجة اسمها ان الدواء سواء حتى فيتامين عم عادن يتخذ على طول لأن في حاجة اسمها هايبر فيتامينوزيس يعني اللي هو حالة مرضية فمفيش حد اسمه ايه يعني مفيش دكتور يقول لحضرتك مهما كان امشي على الفيتامين ده طول عمرك مفيش حاجة اسمها كده لا تمشي عليه سنة شوف بقى هو خلاص ونرجع نعمل تحليلات ونشوف هل جسمك دلوقتي مازال في احتياجه ولا كويس تمام وهكذا أنا أسف طبعا أني طولت في الجزء ده شوية بس القواعد دي كانت ضرورية قوي قبل ما نتكلم عن الفيتامينات والمعادن بالأسماء بقى والمصادر وطبعا بالأهمية